موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للحديث عن المحاكمات التي تجريها ميليشيا الحوثي بحق المختطفين في صنعاء والأوضاع التي أقاسها المختطفون في تلك السجون عقدت ميليشيا الحوثي جلسة محاكمة بصنعاء لستة وثلاثين مختطفا فيما كشف محام عن تلقيه شكاوى بتعرضهم لسوء المعاملة قال المحامي عبد المجيد صبر إن المختطفين شكوا من سوء المعاملة التي زادت في الفترة الأخيرة بشكل مفرط ونقل صبر عن أحد المختطفين تعرضه للتعذيب للضرب والتقييد بالسلاسل ووضع المعتقلين في الطابق الأرضي ومنع دخول الأطعمة التي يجلبها أقاربهم في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين من ينقذ المختطفين من الانتهاكات في سجون ميليشيا الحوثي وما هو دور المنظمات المحلية والدولية والجهات الرسمية تجاههم نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا المختطفون لدى ميليشيا الحوثي في سجن الأمن السياسي معاناة تزداد سوءا مع مرور الأيام وجلحا مفتوحا للأهالي الذين يقفون هاجزين ولا يملكون سوى مشاركة ذويهم ذات الوجع وإيصال معاناتهم لرأي العام نحو 36 مختطفا في الأمن السياسي كشفوا لمحاميهم عبد المجيد صبرى قبل جلسة المحاكمة عن سوء معاملتهم في الفترة الأخيرة تعذيب جسادي وبدني تزايد بشكل مفرط منذ تعيين المدعو يحيا سريع بدأت جلسة المحكمة وكل هم المختطفين هو الحديث عن المعاملة المهينة داخل السجن التي قالوا إنها تنتهك كرامتهم ضرب مستمر وتقييد بالسلاسل ومصادرة كل ملابسهم الخاصة حتى الداخلية منها باستثناء بدلة السجن منعا عنهم الأكل الذي كان يأتيهم من أقاربهم ومنعت الأدوية عن المرضى منهم ومن طلب العلاج لا يتأخر عليه الرد بالقول موتوا محكمة ميليشيا الحوث المتخفية بثوب العدالة لم تتفاعل مع شكاوى المعتقلين ومناشداتهم ولم تلامس قلب العدالة المزيف فتوجهوا بكلامهم إلى الحاضرين في القاعة طالب المعتقلون في قاعة المحكمة إيصال معاناتهم لكل ضمير حي ولكل من النظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية للعمل على رفع معاناتهم وطالبوا بالتحقيق الفوري مع المدعو يحيا سريع وكل المشاركين معه فيما يتعرضون له المعاملة السيئة لم تقتصر على المعتقلين الذين تجري محاكمتهم فحسب بل شملت كل معتقلي الأمن السياسي رابطة أمهات المختطفين في صنعاء أطلقت نداء استغاثة لإنقاذ أبنائها وذويها الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل في سجون ميليشيا الحوثي وأوضحت الرابطة في بلاغ صحفي أنه منذ أسبوعين وعشرات المختطفين المدنيين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي في سجن الأمن السياسي بصنعاء تعت الرابطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح المحتجزين دون قيد أو شرط كما طالبت الصليب الأحمر بزيارة سجن الأمن السياسي والعمل على تمكين المختطفين من حقوقهم الإنسانية تواصل الميليشيا تعذيب وإهانة معتقلي الأمن السياسي والتنكيل بهم تمضي في انتهاكاتها وجرائمها بلا مخاوف ولا أي ضغوطات تبارس عليها من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مجدد أترحبكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث كما أرحب بمن ينضم إلينا من صنعاء محام المختطفين سيد عبد المجيد صبرة سيد صبرة ضعنا في صورة الوضع الإنساني بداية للمختطفين في سجون ميليشيات الحوثي بسم الله الرحمن الرحيم وضع المعتقلين والذين هم في طور المحاكمة وقيرهم حسب ما نلمسهم في جلسة سابقة وفي جلسة يوم عمس التي لم نكن نعلم بها إلا أثناء تواجدنا في حرم المحكمة طبعا المعاملة من نوعها لكن حسب إفادة موثلين في قاعة الجلسة المعاملة السيئة الإنسانية والمهينة زادت بشكل غير عادي وغير متوقع حتى أنني استغربت لما يكلموني يقولون لماذا أنتم ساكتون انشروا معاناتنا برغم أنه كل مرة لا يطلبون من هذا خوفا من زيادة المعاملة السيئة لكن في هذه المرة هم من يطلبون يقولون تفاعلوا مع وسائل انشروا معاناتنا لم نعد نستطيع أن نحتمل أكثر من هذا ولن يصيبنا أكثر مما نحن فيه من معاناة ومعاملة سيئة ومهينة تقييد وضغط في الملادس والدواء لبعض الأشخاص الذين يعني فيهم أمراض خطيرة قد يصابوا بالفشل الكلوي يصابوا بأمراض القلب يصابوا بأمراض خطيرة يعني وصل إلى أنهم يمنعوا عنهم الأدوية وقد لا تكون أحيانا أدوية المطلوبة لعلاج المرض لا تكون إلا مجرد مهدئة يعني في هذا الإطار وكما عرفنا منهم أن تلك المعاملة لا تكتصر عليهم للعلمة أني اليوم حضرت جلسة أخرى للمعتقلين من 2011 إبراهيم الحمادي وعطال الطعامي يعني يذكروا لنفس الأسباب ونفس الحال متبقين خمسة داد تحت المحاكمة يقولون كنا يعني في مجموعين والآن صار كل واحد مننا في زنزانة انفرادية وأخذوا الملابس يعني نفس الكلام وأخذوا الفرش لا يستطيع يعني يقولون أنه لا نستطيع أن نذهب إلى الحمام في الأربعة وشرين ساعة إلا مرة أو مرتين يعني طالبوا يعني طبع والمطالبة هذه ليست الأولى مننا لهم يعني عدة مرات يقولون يعني لا نطلع الإفراج يعني برغم أننا معتقل من البنحلاش لكن أريد أن ننجل إلى منشأة رقابية إلى السجن المركزي فالمعاملة هناك يعني تعتبر يعني أفضل نوعا ما مما نحن فيه وطبعا للعلم يعني بالنسبة للأمن السياسي والأمن القومي يعني معا أنه احتمامنا لدورها القانوني لكن أفضل للقانون هي ليست منشأة رقابية وليست معدة لأشخاص تجون احتياطية لرهن التحقيق أو رهن المحاكمة هي ليست معدة لذلك وليست مخولة قانون بالقيام بهذه الأجراء وولي هذا معظم المعتقلين الذين يتم إدعاهم فيها في السجون الأمن الدوم السياسي يطالبون بنجلهم إلى السجن المركزي طبعا من ضل الحالات يعني المرضية يعني التي لم يتمكنوا يعني لم نتمكن من الحصولها على الرجل المناسب المعتقرة والطالب شعيب البعجري يعني أصدرت المحكمة يعني تقرارات بالإلذان بإعلام قد يؤدي إلى العماء وصدرت عدة قرارات من المحكمة ولم يتم علاجه إلى يعني برغم النمو قبل أكثر من سنة وقع صعب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد صبرة ورحب بمن ينضم إلينا من القاهرة سيد وليد الأبار المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان سمعت ما تفضل به سيد عبد المجيد صبرة محامي المختطفين في صنعاء سيد وليد كيف تنظر وزارة حقوق الإنسان إلى واقع هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المختطفون في السجون بصنعاء السلام الخير عليك وعلى الصيف الكريم وكل الأستاذ المشاهدين لا شك بأن المعتقلين والمختفين تفرم في سجون ميليشيات القوة الإرهابية يعانون وضعا صعبا وإذا ما أدركنا بأن الكثير من هذه الاعتقالات تمت تحت أو خارج منطقة قانون بالإضافة إلى أن الكثير من المعتقلين يتعرضون تعرض بعضهم للتعذيب حتى الموت هناك أكثر من مئة وعيثين معتقل ماتوا تحت التعذيب وهناك أيضا أشخاص تعرضوا كرجوا من داخل السجن وهم معاقون ومصابون بأمراض بعضها شكرة إعادات ستمر معهم إلى آخر أيامهم مثل الشلال النصري أو الشلال الكلي نتيجة للضرب وأصفاق الكهربائي هناك عمليات تعذيب يندى لها الجبين حقيقة داخل هذه السجون نحن نتحدث عن ميليشيات متعددة لأجهزة لا يوجد لديها سلطة مركزية واحدة وإنما هناك فروع وفصائل أيضا وهناك أيضا تفاوض بما يتعلق بعملية الاعتقال وأيضا هناك الكهربائيات كثيرة تتم أو يجري من خلال الاعتقالات رأينا أن هناك معتقلين سياسيين هناك معتقلين على أساس مذهبي مثل بعض الذين يختلفون معهم في المذهب هناك أيضا معتقلون لأسباب اقتصادية تجار يتم الضغط عليهم من أجل فصوء لا يتوث أكثر أو من أجل الضغط عليهم للك شركات جديدة بالتشارك معهم أو أيضا هناك اعتقالات تتم من أجل الافزاز عندما يترك الفروديون في أحد الأحياء على أن هذا شخص أو لديه أبناء مثلا مغتربون في الخارج أو لديه أموال معينة أو عقارات يتم اعتقاله من أجل الافزاز أيضا وتلفقتهما حتى أن هناك اعتقالات طيب ما هو التحرك أمام كل ذلك سيد الأبارة؟ نعم ما هو التحرك الذي تقوم به الوزارة إذا كل هذه الانتهاكات التي تحدث وتحصل للمختطفين؟ نحن نقوم بالعمل القانوني لكن العمل القانوني للأثر الشديد لا يكفي العمل القانوني داخل المؤسسات الأمم المستحدة والهياة الدولية المختلفة لا يفيد الضحايا المعتقلون داخل السجون وأهل يوم الذين ينتظرونهم ولكن لأن عمل وزارة حقوق الإنسان مرتبط أجلزة الدولة المختلفة على سبيل المثال لا ينفل وزارة حقوق الإنسان أن تعمل في الظروف المثالية ما لن تكون المؤسسة الجيشة الآن تبسط على كافة الأراضي اليمنية هذا من ناحية بالإضافة إلى أنه في غياب حقيقي لدور القضاء داخل سيطرة الميليشيات وهو لا يتبع السلطة الشرعية وبالتالي نحن نتحدث عن مناطق لا تزال تحت سلطة سيطرة السلطة أو جماعة إرهابية لا تستزم بالقوانين الدولية ولا بالإتفاقات الدولية ولا أيضا تستزم بالدستور والقانون المعلي هذه جماعة طارئات طارئة كل الجرائم في حق المواطنين وبالتالي ستستمر بارتكاب مثل هذه الجرائم حتى يتم هزيمتها عسكريا واستعادة السلطة من تحت قبضتها ما لن يتم استعادة الدولة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات للأسف الشديد ويؤسسني أن أقول ذلك ستستمر هذه الانتكاكات واسطة فضاعة واسطال مختلف الألوان الميليشيات لمنع هذه الاعتقالات إلا أن يتم استعادة وتحرير بقية المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيد الأبهار أعود إليك سيد عبد المجيد صبرة ليس فقط المختطفون هم من يعانون ربما هناك أهليهم أيضا الذين يعانون غيابهم كمعيلين وغيابهم أيضا ومعاناتهم بسبب البعد وما يحدث لابنائهم في السجون كيف هذا الأمر يلقي يعني موضوع المختطفين كيف يلقي بانعكاسته على الأهالي لو تعطينا صورة عن ذلك يا أخي الأهالي وضعهم لا يقل عن وضع الأسخاص اللي هم في السجون يعني هم يتألمون ولا يستطيعون أن يعملوا شيء يعني يتواصل معنا بعض الأحالي ونعمل مذكرات وكذا لكن في الغالب أحيان لا يتم العمل بهذه الأشياء يعني نحن نقوم بما نستطيع أن نعمل به لكن هم يشعرون بعدم تحضر الجهات معنية بعينها للجمد واجبهم تجاه أبنائهم تجاه أبائهم يعني أشياء ينجل للجميع بالنسبة للأهالي يعني لما ننتقي بهم أو لما نتحدث معهم يعني شيء مؤلم جدا يعني ما يشعرون به يعني ويعني نحن حتى نتألم لما يعني يكلمون عن أبنائهم ولا نستطيع أن نعمل لهم إلا العمل القانوني الذي نستطيع أن نقوم به والذي أحيانا قد لا يجد صدا ولا يجد له يعني مردود إلا أحيانا يعني ويعني بشكل يعني غير يعني ككافي يعني يعني يخفف آلام الأهالي لما يتعذر له أبنائهم وآبائهم يعني منها معاملة يعني غير إنسانية طيب يعني هناك نقطة أخرى أن تحدثت إلى أن تحدث قبل قليل أن المختطفين طلبوا منكم السجناء طلبوا منكم أن تقوموا بنشر معاناتهم بسبب ما يحدث وأن ليس هناك ما يمكن أن يحدث بشكل أكبر مما هم فيه الآن ما هي الخطوات التي اتخذتموها من أجل إنهاء معاناة المختطفين عموما نحن بالنسبة لنا الخطوات يعني الخطوات هي قانونية بالنسبة لنا ليس مجالنا الإعلام ولا ليس مجالنا السياسة نقوم به خصوصا من معانا توقيع منهم أن نقدم شكوى إلى النيابة وأن نطالبوا من يعني تعرضوا لهم بالإهانة أو أساوات هذا هو الذي يعني كمحامين هذا الذي نستطيع أن نقوم به وإذا استطعنا أو تواصلت بذناء المنظمات أو كده نطلعهم على الوضع حسب معرفتنا وإطلاعنا أشكرك سيد عبد المجيد صبرة كنت معنا عبد الهاتف من صدعان وأنت محامي المختطفين هناك شكرا لك جزيلا شكرا على الظهور أرحب بمن ينضم إلينا من فيينا سيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات سيد توفيق إذن يعني كان هناك حديث من قبل ضيفية الكريمين المحامي صبرة وكذلك متحدث باسم وزارة حقوق الإنسان سيد وليد الأبارة يقولون فهمت منهم أن العمل القانوني الآن قد لا يجد صدى مباشر لا يجدي في حال إيقاف يعني إلى ناحية إيقاف تعامل الميليشيات الحوثي بهذا الشكل مع المختطفين هل تتفق من هذه الناحية مساء الخير لك والجميع ضيوفك والجميع مشاهدي قناة بلقيس لكن أنا أريد أن أؤكد على أمر في غاية الأهمية على أن اليوم ميليشيات جماعة الحوثي تتعامل مع ملف المعتقلين من عدة زوايا الزاوية الأولى هي تسعى إلى أن تجعل من القضاء أو وسائل وسائل ترهيب الخصوم خاصة الخصوم السياسيين أو حتى غير السياسيين ولذلك نرى بين الفينة والأخرى تقوم بإصدار أحكام ما تصل حتى الإعدام ولا حتى لا يعلم المجتمع المحلي أو حتى المجتمع الدولي بعدد الأحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي ولم نرى أيضا موقف واضح ودقيق من المجتمع الدولي الذي يحرم أو يقرم أو عقوبة الإعدام ويلغط على كثير من الدول لإلغاء هذه العقوبة من قوانينها ولذلك جماعة الحوثي تعمل على ترهيب الناس من خلال هذه المحاكمات الرسالة الثانية التي تريد أن توصلها جماعة الحوثية للمجتمع الدولي بشكل عام على أنها أصبحت سلطة أمر واقع قادرة على تحريك كافة المؤسسات المتاحة لديها فنراها أحيانا تدعو إلى انتخابة تكميلية وثم تحيل مجموعة من المعتقلين إلى القضاء برغم المجتمع الدولي يعترب بشرعيتها الرئيس هاجي والحكومة الشرعية قد أصدرت قرار بشأن المحكمة المتخصصة في صنع وسحبها إلى مأريب لكن تريد أن توصل لهذا العالم مقابل عجز الحكومة الشرعية عن تحريك المؤسسات التي لديها وعلى رأسها المؤسسات القضائية التي لا حد الآن يقبع المئات من المعتقلين في سجون حضرموت والمكلة وعدن والمؤسسات القضائية عاجزة أو في بعض الأحيان ضعيفة غير قادرة على أن تتخذ قرار دقيق نعم أنا أستفق على أن اليوم البعد القانوني مغيب لصالح التجيير الاستقطاب السياسي لصالح الحرب بالدرجة الأولى وتعتبر كل هذه الأدوات هي من أدوات الصراع التي تستخدمها هذه الجماعة ضد جميع الأطراف لكن يبقى أيضا أن الحكومة الشرعية لا أدري هل هي غير مدركة إلى حد الآن على أن المعتقلين في صنعاء على أن المعتقلين في صنعاء هم يعتقلون بسبب موالاتها للحكومة الشرعية بمعنى أنهم معتقلين سياسيا بالدرجة الأولى وبالتالي على الحكومة الشرعية من المفترض على الأقل بناء على إتفاقية استوكهولم أن تقدم خطاب واضح ودقيق لجريفيت والمجتمع الدولي ما لم يكن هناك توقف عن مثل هذه المهازر عن هذه المعاكمات عن هذه الانتعاكات فإننا قد نحدد موقف قوي وواضح من إتفاقية استوكهولم والذي من المفترض أن يكون قضايا المعتقلين هو المدخل الأساسي والرئيسي لأي ملفات قادمة ما يمكن أن تكون بين الحكومة الشرعية وجماعات الحودي وقد تحدثت عن هذه النقطة ما الجديد بخصوص تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين الموقع عليه في السويد سيد الأبانة أود أقول أن الجزء كبير جدا من العوامل التي كانت تسمى عوامل موضوعية ضاغطة على الحكومة الشرعية من مصرة مسخامة رئيسة الجمهورية للقبول بالعديد برعض القنود التي وردت في إتفاق الأسرى والذي من ضمها إتفاقية الأسرى كان هذا الملف واحد من أكثر الملفات التي بسببها قدمت الحكومة تنازل كبير جدا في العديد من النقاط أبرزها الإثراج المتبادل عن كافة المعتقلين والأسرى والمختطفين كثرة التي تم اعتقالهم أو اختطفهم على ذمة الحرب التي في الدائرة حالية وبالتالي على الرغم أن من هم في قبضة الحكومة الشرعية من قبل التوثيين هم أولئك الذين يعدوا أسرى حرب في الحقيقة أنا لا أقول بنسبة 100% ولكن أكثر من 85% من هؤلاء هم أسرى حرب وليسهم أسرى حرب بينما الذين هم في سجون الميليشيات العوذية الجزء الكبير منهم معتقين لأسباب سياسية أو لأسباب طائفية أو مذهبية كما سبق ووضع وبالتالي أن يتم الإفراج عن جيش للمعتقلين سيعودوا طرة ثانية للجيب هذا يشكل خطر كبير جدا على مستقبل أفهمك هل هذه وجهة نظر وزارة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاتفاق؟ أنا أتحدث عن موقف الحكومة بشكل موقف الوزارة وموقف حقوقي بالدرجة الرئيسية ونحن نعتبر على أنه كان لدينا اعتراف يتعلق بالإفراج عن أولئك المتورطون بجرائم قد لا يمكن الإفراج عن أشخاص متورطون بجرائم قد مقابل الإفراج عن أشخاص مدنيين هذا على الأقل ما تؤكد وجهة النظر القانونية لأن الحقوق لا يمكن أن تسقط بالتقادم ولكن على الأقل ورغم كل التنازلات التي قدّبت الحكومة الشرعية بسبيل الإفراج عن المعتقلين ونظرا لأن هذا موضوع إنساني بالدرجة الرئيسية والحكومة تشعر بأن لديها إلتزامة أخلاقية تجاهز كل أبنائها سواء في المناطق المحررة أو المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المليجيات لكن كما شاهدتم وكذا بأن الحوثين لم يوافقوا بل ظلوا يمارسوا الأعيب فيما يتعلق ملف الأسرى وظلوا يستخدموا كورقة سياسية وإبتزازية رخيصة حتى هذه اللحظة لم يتم الإفراج على المعتقلين وبرزت مشاكل كثيرة بعضها معقدة جدا لم يعترف الحوثين بالعديد من القوائم والأسرى الموجودة لديهم وهذا يضع مجموعة من علامة الاستفهاب أين هؤلاء هل تم بالفعل قتلهم والتفسر على هذا القتل هل بالفعل هم موجودين وما هي ظروفهم الصحية على الأقل هل تعرضوا للتعذيب هل لا يزالوا في ظروف مواتية هل ترغب المليجيات أن تفسح عن ما الذي يدور داخل سب وجونها بالتالي كل هذه الإشكاليات برزت داخل بلف الأسرى والمعتقلين ولا يزال هذا الملف حتى عبر يمكننا القول بأنه فشل كذلك كما فشل اتفاق الانسحاب من ما بنها الحديدة الرئيسية ثلاث وعات الانسحاب حتى فتح الطرق الإنسانية لمقرر المساعدة الغذائية عبر ميناء الحديدة أيضا هو الآخر فشل على الرغم أنه ملف الأسرى أو ملفة المدرات الإنسانية هو ملف ثاني للدرجة الرئيسية ولكن للأسف الشديد رأينا كيف تستخدم الميليشيات الورقة الإنسانية للدرجة الرئيسية وأيضا البلف الحقوقي والبلف الحقوقي وأيضا الأسرى في جزء من أجندتها الأعسكرية وأيضا القتالية خلال هذه المرحلة نعسف لهذا الملف هناك معناه خصوصا أن المعتقلين في سجون الميليشيات لا يوجد لديهم نافذة أمل على الأقل في هذا الوقت لا نافذة أمل على المستوى القانون لأنها موجودة ميليشيات وبالتالي كل هذه المستوى تنجأت خارج القانون وأيضا لا يوجد حتى أمل سياسي على الأقل كان هناك نافذة أمل فتحت في اتفاق السنقوم لكن الميليشيات كعادتها نكتت بهذا الاتفاق ولم تنتزم بتنفيذه وبالتالي هؤلاء المعتقلون بالفعل يعيشون حالة جحيمية ومعاناة طعبة هم بدرجة رئيسية ضحايا مباشرين وأسرهم أيضا ضحايا غير مباشرين ويعانون وبطبيعة الحل يعني هناك مسؤولية على الحكومة الشرعية تجاه كل ذلك باعتبارها المسؤول الأول أمام اليمنيين أشكرك كجزي شكرا المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان السيد وليد الأبارة كنت معنا عبر هاتفنا القاهرة على تواجدك معنا في هذه الحلقة سيد الحميدي على من يلقى أو على من تلقى اللون فيما يتعلق بعرقلة تنفيذ اتفاق المختطفين والأسراء أو السجناء بشكل عام الموقع عليه في السكون على الحكومة الشرعية الحوثيين أو ربما المنظمات الدولية الراعية لها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصريب الأحمر أنا ليس لدي اطلاع كامل بخبايا هذا الملف لكن ما نستطيع أن نقول أن الملف تتحمله اليوم الأمم المتحدة بالدرجة الأساسية ومبعوث الأمم المتحدة جريفة بصورة شخصية أنا لا أعتقد أن توقيع اتفاقية ستوك هولم تم دون معرفة بكل هذه العراق التي ستتم نحن قلنا منذ البداية بأن توقيع اتفاق ستوك هول مع الميليشيات الحوتي بدون وجود ضمانات أو حتى بوادر حسنية في وقتها في أكثر من قلق قلنا بأن هذا الملف ملغوب ولم يتم تنفيذه لأنه كان هذا الملف واضح منذ البداية على أن جريفة يسعى إلى تحقيق إنجاز شخصي يضاف لسيرة وداتية ليس إلا لا يمكن لا يمكن مطلقا أن يتم توقيع اتفاقية بمثل هذا العلغات بمثل هذا التلغيم الصارخ والواضح يبدو أن كان هناك أيضا يعني لدى الحكومة الشرعية عدم وجود رؤية واضحة وبالتالي فتحت عبر مواقع الانترنت بلاغات المواطنين اللي يبلغوا عن أهاليهم المخطيين إلى غير ذلك هناك كان حالة من التخبط نعم الحكومة الشرعية لديها تقصير واضح يمكن أن نحمل ها جزء من المسؤولية على الأقل أنها لم تتخذ موقف واضح من اتفاقية السكول حتى الآن يجب أن توجه رسالة لمجلسة الآمن عند انعقادة بشان اليمن تحدد ما هي العراقيل وإذا لم يتم على الأقل من باب إنسان يطلق مثل هؤلاء المعتقلين فإن الحكومة اليمنية سيكون لها موقف واضح من العملية التي ترعاها الأمم المتحدة بأكملها اليوم نرى جريفة أنه يصعى إلى الانتقال للمرحلة الثانية بغض النظر عن تنفيذ المرحلة الأولى وهو الآن حتى في يعني في الحديدة يحاول يعني ماذا أقول لك يحاول أن يبيع لنا الوهم اليوم مجلس الآمن يعين ما يقارب ستة يعني قدود إلى الحديدة وبالتالي دون أن يرى اليمنيون أي إنجاز حقيقي جريفة حقيقة يعبث بالبلغ اليمني يعقد مؤتمر لما يسمي صانعات السلام بما يقارب 200 مليون دولار ثم أنا رأيي إنجاز حقيقي على الأرض أن اليوم هل الحوثيين اليوم فوق المشاوة هل الحوثيين فوق البنط هل الأمم المتحدة لا تمتلك أي أوراق حقيقية لماذا كل هذا الدلال حتى الآن من قبل الأمم المتحدة وفي رعايتها لهذا السلام السلام لا يمكن أن يسمي بالدلال فقط يجب أن يكون هناك بغض يجب أن يكون هناك قرارات صارنة وبالتالي اليوم الأمم المتحدة يتحمل مشؤولية كاملة عن هذه العرق لا إلى حد دلال أشكرك على تواجدك معنا من فين توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات شكر من وصل لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاد في ختم هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري في أمان ترجمة نانسي قنقر